السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي الكرام أهلا وسهلا بكم محبوبكم في هذا الفيديو اللي كانت تمنى تكونوا بخير على خير ففي هذا الفيديو الإخوان سنرى نايدة قربالة بالحدود الجزائرية الليبيا كذلك سنرى صفعة مؤلمة جديدة للجزائر وهذا المرة تجيها من الهند وفي الأخير مجددا إخواني أخواتي السيد عمر هلال نفتح ملف ديال استقلال جمهورية الخبائل في اجتماع دولي اللي اجتمعوا فيه وزراء خارج الدول عدم الانحياز فابقوا معي الإخوان موضوع شيق جدا رجائم منكم كالعادة أنكم تدعموا هذا القناة باللايك بالبرتاج كذلك بالاشتراك وهذا فضلا منكم وليس أمران وما تنسوش الإخوان كتابة التعليق فإلو غير وريدة غير قليب أو الرأي المغربية أو استمر أو وصلي فهذه الكلمة البسيطة بالنسبة لكم قدر أنها تحميلنا المحتوى فعلى بركة الله ندخل صلب الموضوع مغربية سحراء هذا شيء لا جدل فيه ولكن كنا ننتظر من كولومبو أن يعرف الناس مع من حشرنا الله في الجوار فما تؤكد بأن السحراء كانت دائما المغربية وتتظن المغربية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها مهما كلفنا ذلك من ترحيات مهما كلفنا ذلك من ترحيات فإخواني أخواتي كانوا وزراء خارجية دول عدم الإنحياز حضر معهم السيد عمر هلال نيابة على المغرب وكمال عادة ملكة حضر الجزائر فأكيد سيجبدوا القضية لهم الأولى وهي قضية سحراء المغربية والدفاع عن البوليزاريو ولكن هنا سيد عمر هلال هزم حتى السماء وصلتهم نتكلم لهم وقال لهم باختصار يعني قال بزاف ونحن غير غدا نختصره دائما تتكلمون عن مواتق الأمم المتحدة ودائما تجبدوها في بلاغتكم ودائما تقولوا أنكم تزكون القرارات الأممية ولكن من اللي كان نجبدو لكم هذه القرارات يعني البنود تثورون دائما تما تقولوا بلي أنتم مع القرارات الأممية وبالتالي هاد القرارات راه فيها الجزائر خاصها تقلس في موائل مستديرة وخاصها تقلس في طاولات المفاوضات وقال لهم اللي كانت تكلموا عن تقرير الماصير والاستفتاء فلماذا من اللي كان نجبدو لكم جمهورية القبائل كتنودوا كتقولوا التدخل الخارجي دعم الإرهاب قال لهم حاولوا أنكم تكونوا منسجيمين في القرارات ديلكم بالفعل وبالقول وأكيد الإخوان غير تجبد للجزائر القبائل كتنود عندهم الروينة وكيخرج الإعلام الجزائري وكيقول لك صدمة للمغرب دول عدم الإنحياز كتجي وتنحز إلى الصحراء والبوليزاليو تقرير مصير الشعب الصحراوي ولكن نحن نجبدو الإعلان الختامي دي الأشغال دي هاد وزاراء دول الإنحياز واللي كيقول وزاراء خارج الدول عدم الإنحياز يعتمدون إعلان باكو بختم اجتماعهم في أدريبيجان اعتمد وزاراء الخارجية إعلان باكو الذي حمل تأكيدهم على التمسك برؤية ومبادئ وأهداف الحركة كما تم إرساؤها خلال مؤتمر باندونغ لعام 1955 وبالغراد لعام 1961 المادة الأولى بشأن احترام أهداف ومبادئ ميتاق الأمم المتحدة المادة الثانية كتقول المتعلقة باحترام سيادة جميع الدول ووحدتها الترابية المادة الرابعة بشأن عدم تدخل في الشؤون الداخلية لبلد آخر المادة السابعة المتعلقة بالامتناع عن أي عدوان أو استخدام للقوة ضد الوحدة الترابية أو الاستقلال السياسي لأي بلد المادة السابعة المتعلقة بالامتناع عن أي عدوان أو استخدام للقوة ضد الوحدة الترابية أو الاستقلال السياسي لأي بلد المادة الثامنة بشأن التسوية السلمية للنزاعات نمشي للصفعة المؤلمة الجديدة للجزائر وهذا المرة تجيها من الهند نظام الجزائري لانضمام أو لانضمامها لمجموعة بكس يتبخر بسبب الهند تلقى النظام الجزائري مرة أخرى صفعة مؤلمة أخرى بعد فشله إلى الانضمام إلى مجموعة بريكس بذات الصدد أكد مسؤول رفيع المستوى بحكومة الهند بتصريح لموقع بيزنيس تامف الهندي أن دول بريكس من المرتقب أن توافق انضمام خمس أعضاء الجدد إلى المجموعة خلال إنعقاد القمة في أغسطس المقبل في جنوب إفريقيا وأضف المسؤول الهندي أن الدول معنية للانضمام من بين 25 دولة التي ترغب بالانضمام إلى المجموعة هي التي تضم المملكة العربية السعودية وأندونيسيا والإمارات ومصر والأرجنتين وبالتالي إخواني أخواتي كي بلنا أن طلب الجزائر الانضمام لم يكن سوى بهرجة جزائرية إعلامية روج لها عبد المجيد خاصة وأنه بـ 22 دول جنبل 2022 خلال مقابلة مع وسائل إعلام محلية أكد عبد المجيد أن عام 2023 سيتوج بانضمام الجزائر إلى بريكس وصلت بهم درجة أن حتى بعض وسائل إعلام جزائرية مشت بعيد ذهبت بالأوينة الأخيرة أنها تدير واحد الاسم جديد للمجموعة دي البريكس وهي اسمتها بريكس وأنها كتضم البرازيل والروسيا والصين وجنوب إفريقيا والجزائر مما جعلهم يوهمون أن هذا العام تكون العضوية دي البلاد هم في بريكس أصبحت تحصين حاصن وما يزيد من حدة الانتكاسة التي لحقت بالجزائر هو اختيار ثلاثة دي الدول العربية بالمنطقة العربية الإفريقية من أجل انضمام إلى بريكس الإمارات السعودية ومصر فالصفة مؤلمة والتي وجدتها مجموعة دي البريكس للجزائر معنى وفق المراقبين أن الجزائر لا يتجاوز ناتجها الداخل الخام 163 مليار دولار والتي لا تنتج شيئا وتعيش برعي المحروقات وهي بلد قزم لا يمكن أن يقدم أي قيمة مضافة إلى المجموعتهم التي تتكون من 3 المليارات ومئتين مليون نسمة أي 42% من سكان العالم هذه صراحة كتتعتبر صفعة جديدة كتتلقها الجزائر نمشي الخبر آخر واللي تعنون باللواء المتقاعد الليبي خليفة حفطر يلعب بالنار على الحدود الليبي الجزائرية فأخبار بلا حدود قال التقارير الإعلامية أن اللواء المتقاعد الليبي خليفة حفطر يقوم بمراقبة عسكرية دورية على المنفذ الحدودي بين طارابلس والجزائر وفي ذات السياق أفد الموقع أخبار ليبيا بأن وحدات تابع لللواء 128 معزز قامت بتسيير دوريات عسكرية أمنية على طول الشريط الحدودي بين الجزائر وليبيا وحسب ذات المصدر فإن اللواء المتقاعد خليفة حفطر أصدر توجيهات يسعى من خلالها إلى بسط الأمن والاستقرار في الأراضي الليبيا وتأمين حدوده وقررت سلطة الجزائرية إعادة فتح المعبر الحدودي الرابط بين ليبيا والجزائر لأغراض تجارية فقط والذي سيسمح بإجراء عملية التسطير بين البلدين في مقابل استمرار غلق الحدود أمام حركة المسافرين مع البلدين وكتعرف العلاقات الجزائرية والقيادة الشرعية في ليبيا برئاسة عبد الحميد دبيبة تقاربا ملحوظا في الأوينة الآخرة وأكدت دبيبة على عمق ومتانة العلاقات الجزائرية ليبيا وهذا ما لا يريق إلى اللواء المتقاعد حفطر يعني هذا التقارب هو عكس تماما ما يصبو إليه حفطر وبالتالي هذا الخبر تحت عنوان حفطر يلعب النار في الحدود ليبيا أو الحدود ليبيا الجزائرية وبالتالي الجزائر يمكن تعيش في واحدة تخبط غير مسبوق وضربة وانتكاسات متتالية إخواني أخواتي وصلنا النهاية لهذا الفيديو تحية لكم كبيرة شكرا حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة